إذا تحدثنا عن دور منظمة أطباء بلا حدود ما هو دور المنظمة أمام الاعتداء الوحشي من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة؟ إن دورنا هو إلى حد كبير الدور الذي نريد أن نلعبه في أي مكان في العالم وهو أن نكون قادرين على محاولة تقديم رعاية طبية عالية الجودة وذات مغزى بقدر ما نستطيع ونحن ندير ثلاثة مستشفات في الوقت الحالي وثلاثة عيادات في نفس الوقت نود أن نفعل المزيد ولكنها بيئة مقيدة للغاية بالنسبة لنا للعمل فيها لدى منظمة أطباء بالحدود أيضا دور التحدث عن ما نراها وهذا ما يجعلنا متميزين جدا ولهذا السبب أتحدث إليكم اليوم لأننا نريد أيضا أن نرى العالم ما يحدث هنا في غزة في الوقت الحالي الذي يظهر فيه هذا الأمر في الأخبار نعم ولكن هناك كمية هائلة من المعلومات والقصص التي يجب أن تأتي والتي تخرج بالفعل من غزة في نفس الوقت لقد تحدثت كثيرا خلال الأيام القليلة الماضية بشأن هذا وهو واجبنا أن نفعل ذلك زملائنا الفلسطينيين يطلبون مننا ذلك هم خائفون بالفعل مما يحدث وبصراحة أنا خائف أيضا مما أتحدث إليكم عنه اليوم لمعرفة ما يمكن أن تعنيه اتصالاتنا بالنسبة لنا لذلك لدينا دورا أولا توفير أكبر قدر ممكن من الجودة والمستدامة في الرعاية الصحية ثم التحدث عن ما نرى تحدث عن ما نرى في نفس الوقت